السلام عليكم و اهلا ميكم لو حضراتكم متابعين معي على الحلقات اللي احنا بننشرها فيما يخص نظرية اليوم التالي في غزة او نظرية ما بعد الحرب اللي اسرائيل بتتكلم عليها دايما فانا دايما كنت بقول لحضراتكم انه ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان السلطة الفلسطينية هي اللي تحكم كطاع غزة وده ببساطة انا كنت ولا زلت بفسروا بان السلطة الفلسطينية دي ما هي الا عبارة عن هيئة ادارية منزوعة السلاح والادارة والارادة والقرار وبالتالي هي سلطة منبطحة تماما لاسرائيل هو ده الواقع لانه حركة فتحة القت السلاح بعد اتفاقية اصله فبالتالي تحولت من حركة مقاومة لنخبة حكمة ويارتها نخبة حكمة زي الناس فمن الاخر ما فيش اي امل في السلطة دي ان هي تمنع اي مشاريع اقتصادية اسرائيلية ممكن تدرج الامن القوم المصري في قطاع غزة بعد هزيمة حماس المفترضة دا لو حصلت اصلا لانه اذا السلطة حكمت القطاع فده معناه انه اسرائيل هي اللي بتحكم القطاع وهي دي الحقيقة المجردة بدون اي مجملات شاء من شاء وابا من ابا وهو ده الامر الواقع سمع واحد بيقول لي طب انت ايه دليلك على الكلام اللي بتقوله ده يا فندم لو بعد المواقف السلبية من السلطة تجاه حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وسكوت السلطة على اقتحام اسرائيل للضفة وسرقة اهالي الضفة زي ما حصل في الصورة اللي ظهرت قدام حضراتكم دي على الشاشة ووضح فيها جنود اسرائيليين بيسرقوا مبالغ مالية من بيوت ومحلات الفلسطينيين في الضفة ده غير تدنيس المساجد زي ما حصل في جنين وكنا عملنا عنها حلقة خاصة عن الحادثة دي قبل كده وكنا عملنا كمان حلقات قبل كده تكلمنا فيها عن القتل والسحل والاعتقال والاقتحام اللي بتنفذوا قوات الاحتلال في الضفة تزامنا مع عملياتها العسكرية في غزة وكل ده والسلطة شايفة وسامعة وسكتة لانها ببساطة هيئة ادارية منزوعة السلاحة مش حكومة بمعنى الكلمة طيب هل في ادلة اكتر تثبت عدم اهلية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لادارة قطاع غزة هقولك انه بتاريخ السبت 30 ديسمبر الجاري اعلنت الصحف الاسرائيلية والقنوات الحكومية في اسرائيل وعلى رأسها هيئة البث الاسرائيلية انه اجهزة الامن الفلسطينية بتتحرك في مخيمات الضفة لمنع المسلحين من الهجوم على الجيش الاسرائيلي وانه في عملية امنية تمت يوم اجبعه 20 ديسمبر الجاري عبارة عن تفكيك لثلاث عبوات ناسفة وضبط مجموعة من القنابل المصنوعة محليا في بلدة عزون بالقرب من قلائقيلة في الضفة الغربية دي كانت معدة للتفجير في جيش الاحتلال في حال اقتحامهم للبلدة ولكن يا ترى العملية الامنية دي تمت من طرف مين؟ اكيد طبعا اسرائيل صح؟ في الحقيقة لا قنوات العدو الاسرائيلي وصحفه ومواقعه الاخبارية بيتفخروا ان العملية دي نفزتها اجهزة الامن الفلسطينية التابعة لمحمود عباسة بوماز وخذ الكبيرة بقى بعد ضبط المتفجرات والقنابل تم اقتحام البلدة من طرف جيش الاحتلال تحت حماية قوات الامن الفلسطينية يعني دياثة مفيش بعدها حاجة كده تخليك تحس انك لمؤخذة ارفان وخزيان وانت ملكش علاقة بالموضوع فتخيل بقى اهل بلدة عزون دي حاسوا بايه اتجاه قوات الامن بتابعة للسلطة الله يكون فعونهم لان ده فعلا احساس ملعون ومن ابشع التجارب اللي ممكن اي حد يمر بها ازاي تساعد المحتلف انه يهتك عرض اهلك وناسك يحلو في اصاقت هي دي السلطة اللي عايزينها تدير قطاع غزة وعايزين مصر تعتمد عليها في تأمين العمق الاستراتيجي السياسي والاقتصادي المصري ده مش بعيد يوافقوا على كل المشاريع الاسرائيلية اللي حتضرب المناطق الاقتصادية واللوجستية اللي مصر بتبنيها دلوقتي سواء في رفح او العريش او في اقليم قناة السويس من قبل حتى ما يستلم قدارة القطاع طيب لعباس منبطح لاسرائيل وحرفيا عمل زي الخاتم في صبوع نتنياهو خلينا اقولك انه سلطة عباس في الضفة اعلنت يوم 18 اكتوبر 2023 استمرار تعليق التنسيق الامني مع اسرائيل غرم اجتياح قطاع غزة جوية وقتها وارتكاب مجازر فضيعة فيها بس بعدها اسرائيل اكدت ان التنسيق مع عباس زاد غرم العدوان على غزة وده لان عباس خايف تحصل مواجهات في الضفة ما بين المقاومة والجيش الاسرائي وطبعا الغالبية من سكان الضفة حيدعمه حركات المقاومة وبكده السلطة حتفقد السيطرة الامنية على الضفة وبعدها حتفقد السيطرة السياسية وفي طيارات جديدة في الضفة حتظهر على الساحة السياسية وبكده النسخة الحالية من حركة فتحة حينتهي بيها المطاف لمسبلة التاريخ السياسي الفلسطيني بس عباس مش خايف من ضياع منصبه في حد ذاته ولكن خايف من ضياع السبوبة اللي جاية من وراء المنصب ده وده ببساطة لاننا قلنا قبل كده ان السلطة الفلسطينية بيوصلها شهريا حوالي 500 مليون دولار من فلوس الضغايب والجمارج والمساعدات العربية فصباح الفل ده مبلغ كفيل انه يخليهم ينبطحوا للأبد لإسرائيل ومش بس ينبطحوا ده ممكن يخليهم يعملوا حاجات تانية مش ضروري نقوله إياه واللي عايز يعرف انا بتكلم عن ايه بقى يراجع حلقة عباس بتاع الشاورمة اللي حكينا فيها ليه السلطة في الضفة منبطحة لإسرائيل ولو لسه المعلومة عند حضرتك حضرة او مش كاملة فخلينا اقولك انه الجانب الاسرائيلي اعلن انه على مدى 30 سنة لم تنقطع ولم تتوقف مسألة التنسيق الامني ما بينهم وبين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة حتى في حالات الازمات والتوترات ما بين حكومات اسرائيل المتعاقبة والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس ابو ماز وطبعا التنسيق الامني ده بيخدم اسرائيل في المقام الاول لانه بيمنع العمليات المسلحة وهجمات المقاومة الفلسطينية ضد جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي اللي بيقتحموا كل مدن الضفة الغربية عادي جدا واحيانا بيقتحموها تحت حماية قوات عباس الامنية والتنسيق ده بيخدم السلطة الفلسطينية في ان حركة فتحة تكون هي المسيطرة تماما على المشهد السياسي في الضفة واضعاف اي معارضة فلسطينية داخل الضفة ممكن تناوق سلطة محمود عباس وبالتالي الحفاظ على القوام الرئيسي للسلطة الاطول فترة زمنية ممكنة وفي المقابل اسرائيل حتنسق مع السلطة في ترتيب الشؤون المدنية والخدماتية والاقتصادية والضغيبية وادارة قضايا تشغيل العمال والتنقل والسفر واصدار التصريح للفلسطينيين يعني مقابل الانبطاح والتعريض لمؤرزة فاسرائيل حتكيش محمود عباس ورجالته كل شهر بالدولارات اللي تخليهم يعوشوا ملوك وعلى فكرة محمود عباس وابنه مليارديرات حتى من قبل ما يحكموا خلي بالك يعني ولو حضرتك فاكرهم غلابة يعني ولا حاجة لا لا فحب اقولك ان انت غلبان وغلطان ياسر ابن محمود عباس عنده قسطول عربيات اغلى مئة مرة من العربيات اللي بيمتلكها قولم موسكي اللي هو اغنى رجل في العالم ولو حضرتك لسه مش مستوعد مدى قوة ومتانة التنسيق الامني ما بين سلطة عباس والاحتلال الاسرائيلي فخلينا اقولك ان العقيد احتياط مشيء العد رئيس الكلية الاكاديمية بالجليل الغربي المحتل بيقول ان التنسيق الامني الحالي قائم على ضمان اسرائيل لاستمرارية وجود السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مقابل اي عم الحج قالك مقابل نقل معلومات استخباراتية من الجانب الفلسطيني الى اسرائيل والمساعدة بطرق مختلفة في اعتقال افراد من حركتي حماس والجهاد يعني جواسيس يا عم الحج انتو بتشتغلوا جواسيس يا سلطة فلسطين ويعتبر التنسيق حاليا الرجل بيكمل وبيقول ويعتبر التنسيق حاليا وسيلة راضعة لمنع تولي حماس السلطة في الضفة الغربية فياريب بعد كده محدش يقولي ان قطاع رزة تحت حكم السلطة هيكون افضل لمصر من قطاع رزة تحت حكم حماس او اي حد تاني من الفصائل لانه حرفيا السلطة هتسلم قطاع رزة على طبق من دهب الاسرائيل وحلفاءها العرب وبالتالي مصالحك السياسية والاقتصادية حيتم ضربها في الصميم وبعد النظر عن رأي الفلسطينيين في سلطة عباس وده امر داخلي هم الاحق بالكلام عنه ولكن احنا شايفين انه مستقبل مصر ومصلحتها السياسية والاقتصادية مرهونا ببقاء المقاومة واستمرار حماس كقوة حاكمة ومسيطرة على قطاع رزة على الاقل لحد من المشاريع الاقتصادية المصرية تنتهي ويتم افتتاحها وتشغيلها خصوصا في رفح والعريش وقناة السويس لكن ما ينفعش باي حال من الاحوال في وجهة نظر المتوضعة جدا انه السلطة تسيطر على قطاع رزة حاليا احنا لسه ما خلصناش مشاريعنا الاقتصادية لانه ساعتها اسرائيل هتضرب لنا المشاريع دي من قبل ما نفتحها بالتعاون مع سلطة منبطحة مسلوبة الارادة والقرار السياسي وزي معباس بيساعد الاحتلال على اقتحام المدن الفلسطينية في الضفة الغربية فبالتأكيد شخصية زي دي ومع مجموعة من السياسيين اللي بيتمتعوا بدرجة عالية من الدياثة زي الوزراء في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية فبالتأكيد طالما انهم سمحوا بقتل وسحل الفلسطينيين في الضفة فلا مستقبل مصر السياسي والاقتصادي يهمهم ولا شغلين بالهم بينا اصلا ومع اول دفعة من الدولارات حتوصلهم حيبيعوا مصر وقابوا مصر واللي خلفوا مصر فانت لازم تكون حكيم وزكي وتعرف مصلحتك مع مين واحنا مصلحتنا مع الفصائل المسلحة قولا واحدا في النهاية حافظ الله مصر حافظ الله الشعب المصري العظيم تحيا مصر تحيا فلسطين حجرة مستقلة واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة